كنا عرفوك جميع بأن كينيا وزينبابوي مستبعدة متصفية الكأس إفريقيا المقبلة على هذه المستبعدة لأن الفيفا وجدت عقوبات من هذه البلدان لأنها دخول السياسة في الرياضة شأن محلي في دولة كينيا وشأن محلي في دولة زينبابوي السلطات المحلية تدخلت في عمل الاتحادات هناك والفيفا حرمت هذه البلدان لمشاركة في مسابقات القرية والدولية أنت اليوم بسلوك أرعى صراحة في تدهور قارية ليس محلية قارية كي تبعى بزاف ديال الدول في القرية على الأقل وكتعمل واحد للخلوقات كثيرة كتمنع بلد حاملة قبل دورتين أنه ما يشاركش وأيضا السبو شاتف مباركة الافتتاح وشخص عميل قال شيكلام لأنه يدعو لي الفتنة عقوبة في حال هذه يسميناها عقوبة هذا التنبيه ربما سوف يفتح المجال أمام خروقات أكبر في قادم البطولات ونعلم بأن الجزائر يعني بعد شهر من الآن عند كأس إفريقيا لأقل من 17 عاما وهي بطولة مؤهلة الموندية للبيرو واللي سوف يكون شانوا مبيرا المقبل وش الجزائر سوف تلجأ نفس الطريقة لأنها عقوبة غير رديعة صراحة وهذا يفتح المباب ربما أن السلوك تكرر في دورة قرية أخرى أنا أتفق معك السابق لأنه كما سبقا يذكرت أن الكاف لم تكن أكثر سرامة في العقوبة دولة المنظمة لشان أفريقيا نظر أن أكثر من ذلك تمثل الأخلاق الرياضية وأنك تمنع بلد ربح جوج الألقاب من المشاركة في الدورة الحالية في البلد والنقطة الثانية هي أنك لا تستطيع أن تمنع وقوم بلد لكي لا تستضيف البلد الباطل للمسابقة نظر أن هناك حسابات سياسية التي كما نقولون أنهم لا يمتون لمبادئ الرياضة بسيلا ولمبادئ الفيفا بسيلا نظر أنه فعلا أنه اليوم نشجعه على بعض الدول أو خروقات التي تقدرون في المستقبل خصوصا الميل في كأس إفريقيا التي ستكون في 2025 خصوصا المشاركة الأقل من 17 سنة وشفنا كيف شهد اللاعبين هذا وكيف شهد المنشخب هذا القواعد المعاملة سيئة في الدورة المؤهلة لكأس إفريقيا في المشاركة الأخيرة في البلد الليدر الشان الجزائري كنظر أن الكاف لم يأخذ بقل الاعتبار ما سابق هذا القرار ولم يكن صارما فيما بعد ما قامت به الدولة المجاورة التي انضمت الشان في حق القرار المغربية وفي حق المغرب وفي حق المنشخب الوطني المغربي